وده شك الحلاوة بتاعتنا بعد ما قعدت يومين او ثلاثة كده في التلاجة جمزتها هيت وبحاول لو ايه هشوفوا كده من فصلتها بين العلبة والجنابة التانية هنا برضه هيت هاول ايه ها فانا هفضيها هنا انا حطيت اضفت عليها شوية من السمسم الابيض كده على الوش وكمان سوداني وحطيت بقى فرضه في الارضية كده قبل ما اصبها فانا هفرغها دلوقتي معا على الطبق ده ونشوف ايه نحاول اطلعها ونقطعها مع بعض ودي طريقة بقى عمل الحلاوة المزبوطة بمقادير مزبوطة جدا جدا والنتيجة هنشوفها حلوة قوي قوي ايه على بالطريقة البرده بسم الله الرحمن الرحيم ايه نحاول بقى ايه نقطعها كده بسكينة هو لسه طبعا متماسك جامد ده كان هنا فيه سوداني في الارضية كده وانا حطيت كمان على الوش حاول بقى ايه اقطعها كده نخرطها مع بعض بسم الله الرحمن الرحيم شايفين? شايفين الحلاوة والجمال? الحلاوة الطحنية? متماسكة وجامدة وحلوة? بسم الله ما شاء الله تتمنى تكون الصورة كده واضحة وحلوة شوف كمان كده وانا عامة ومفتككة من نفسها طعمها جميل جدا مقدرة حلوة مصبوطة وسهلة وتتعمل بطريقة سريعة قوي بس كل ما هناك انها لازم تقعد في التلاجة ايه يومين او تلاتة يعني يومين او تلاتة عشان نطلعها بالحلاوة والجمال ده اه اتمنى للفكرة تعجبكم ايه تجربوها ولو اعجبتكم ماتبخلوش على يابلك واشتير واشتراك بالقناة حياتي ليكو عزيز دان السلام عليكم اهلا بكم الفيديو بتاعي النهاردة هو فيديو جميل جدا وناجح مية في المية وعشان كده انا جبته لكم النهاردة عشان تنفزوه ويبتعملوه بالطريقة اللي انا عملتها بتاعتي ولو اعجبتكم ماتبخلوش على يابلك والسير والاشتراك في القناة في البداية كل اللي هنحتاجه كوباية من السمسم وطبعا الكوباية بنبقى موحدينها في كل العيار ومعانا كوباية من الدقيق وكمان هنشوف هناخد منها الدقيق ممكن نحتاج ممكن ما نحتاجش وكوباية من السكر البودر المطحون وربع كوباية من الزيت يعني ربع كوباية الزيت مع كوباية الدقيق مع كوباية من السكر البودر وكوباية من السمسم السمسم ده عشان ابيض فانا هسخنه شوية مش لازم اللونه يحمر لانه لو يحمر معانا هيخلي لون الطحينة بتاعيتنا يبقى لونها غامق فاحنا عايزين يبقى لونها فاتح شوية فعشان كده انا هاخده اسخنه كده على النار وبعد كده اجيبه احطه في الكبه بتاعتي ونبدأ الشغل بتاعنا بعد ما سخلنا الحمص بتاعنا ايه قصدي السيمسون بتاعنا بجيبه هو سخن مباشرة وبضيفه في الكبه بتاعتنا عشان نديله فرما يعني هنتحوله هنا في الكبه دي فانا المرة المعيارة للمرة اللي فاتت في البداية في بداية الفيديو اللي انا عملته عملته في الخلاط والعيار ده هعمله في الكبه عشان الكبه وسع شوية يبقى سهل ان انا اضيف المقونات بتاعتي هنا فالسيمسون هو سخن بس تحط مباشرة وافرمه واجيبه لحضرتكم وده شكل السيمسون بتاعنا بعد ما دربناه دربتين كده في الكبه بتاعت البصل فيبقى مجروش بالشكل ده وهو ده المطلوب يعني احنا مش عايزينه يبقى ناعم دقيق هو كده في الكبه بتاعت البصل حلوة اوي هنعمل ايه بعد كده هنضيف بقى ايه نص من نص كده من كوباية الدقيق يعني ناخد نصها ويعني نحط ايه بالتدريج مش هنحط الدقيق كله مرة واحدة احنا هنحط نص الدقيق ونقلب كده في الكبه بتاعتنا وهنا الكبه هنريحان شوية عن الخلاط لان هي ايه واسعة شوية لو ما عندي كيش كبه استعمل ايه الخلاط والمعيار الاولاني انا عملته في الخلاط والنتيجة برضو جميلة ومكويسة بعد كده بقى ايه هنقلب الدقيق شوية كده وندي له ايه اللفة كده واحدة برضو في الكبه بتاعتنا ونجيب بعد كده عشان فيه الاضافة اللي بعد كده نحطها ونشوف مع بعض قلبنا ادي ايه اهوط دربنا كده دربة كده في الكبه ايه لازي يعني عشان يتجانس المكونات كلها مع بعضها لان التقليب بالمعلقة مش كفاية بعد كده ايه هجيب بقى كباية السكر بتاعتي وايه ايه اضيفها برضو هنا لانها سكر بودر ويعني برضو هديها لفة كده في الكبه ايه عشان التجانس وبعد كده نيجي لحضراتكم تاني وبعد ما قلبنا كل الحاجات الجفة كلها في الكبه مش بقى عندنا غير ايه الربع كباية من الزيت ايه هنقلبها وبرضو ايه هنضرب بالكبه بتاعتنا ونقلب ونسوف بس انا مش بشغل عندكم معاكم قدامكم عشان الصوت بيبقى صعب شوية وده شكل الخليط بتاعنا بعد ما اضفنا الزيت وقلبناه فده بصراحة الكبه كانت كبة البصل كانت ايه يعني مريحة شوية عن الخلاط لان هي ايه فتحتها واسعة فبتساهل علي التقليب والحاجات دي كلها فده الشكل ده بتاع ايه الخليط بتاعنا بتاع ايه الحلاوة التحنية بتاعتنا هفرقه بقى في بولة كده ونشوف هنكمل بقيته ازاي انا فضيت الخليطة هوات بتاع الحلاوة بتاعنا اللي احنا كنا بنتحنه في الكبه وبعد كده ايه ايه بقى زي ما حضراتكم شايفينه هو بالطريقة يعني منفلفل كده بالطريقة دي اضفت عليه شوية كده من السوداني وده يعني اختياري اي سوداني مكسرات اي حاجة اضي فيها وبعد كده بقى ايه اهم حاجة نقعد نكبس في الحلاوة بتاعتنا كده وهي طبعا سخنة في ايدي لان احنا اول ما استعملنا كنا مستعملين السمسم وهو سخن فانا بكبسها بالشكل ده كده عشان هي متجنسة طبعا من الضرب في الكبه وعلى فكرة السوداني مفيد جدا جدا ان احنا نضيف منه يعني اي كمية يعني سواء في ارضية العلبة اللي هنحطها او على وش الحلاوة او جواها يعني يتصب بالسوداني مفيد جدا ايه للناس اللي هي عندها سكر لان السوداني بيخفض نسبة السكر فلو نفسهم يأكلوا حلاوة يأكلها بتمئنان لو فيها ايه نسبة سوداني كتيرة وكمان السمسم نفسه اللي مستعملينه فيه الحلاوة بينزل السكر بالاضافة لان هو بيحتوى على كمية كبيرة جدا من الزنك والكالسام فبيقو المناعة ويعني مفيد جدا فالحلاوة تبقى مفيدة كده وصحية جدا جدا لنا وكل ايه افراد الاسر فانا جاء ايه يعني كبستها بالشكل ده اهوت ارجع بقى ايه اشوف كده لو هي محتاجة مثلا يعني اللي كباتي دي اعن ده هم خدتش ايه ما يجيش نصه اضيف بقى شوية كده ايه من الدقيقة اهوت لان هي بعد ما بتريكن شوية لان انا طبعا عملت المقدار الاول وبقال لكم المقدار التاني ده على اساس تجربة يعني انا نتيجة التجربة اللي انا عمتها الاولانية فعرفتي بقى كل الاضافات والحاجات الحلوة اللي انا بقول لكم عليها دي والعشان اللي ياري بقى كمان سليم ولما تعمل حاجة تبقى مبسوطة انها نجحت متقولش بقى عاي عزة قلتلي على حاجة والوصفة والحاجة بوزت وكده والحاجة الايام ده غالية طبعا فانا ايه دلوقت هيته حلوة حلوة طبعا ايه مفيدة زي ما قلنا لحضراتكو كمان بقى بقى تبقى حلوة بقى فصندوتشات بقى للمدارس وفي الفطار وفي العشان الحاجات دي فانا بقى كل محطيت شوية دقيق لان هي بعد شوية كده بقيقى الزيت اللي هو بيبقى فيه السمسم لان السمسم كله زيت زيت السمسم كمان احنا اضفنا كمان ربع كباية فربع كباية من الزيت اي زيت عادي بس ما يكونش ليه اي ريحة فايه بنقوم ضيفينه كده فانا بكبس بقى ايه شواتي دي دول عشان لسه نجبس بقى علبة الحلاوة نحط بقى الخليط بتاعنا ده ونضغط عليه يطلع لنا الحلاوة الحلوة اللي احنا شفناها في بداية الفيديو في العيار اللي انا عملته في البداية قبل ما ابدأ مع حضراتكم حط كده كمان شوية يعني كل ما لقاها كده يعني انا اضغط كده واللقاها هي بيت الكبس كده هي مجبوسة كده تبقى ايه حلوة يعني هي الحلاوة تبقى يشوف تلما تيجي تفرقيها كده تلاقيها ايه مرملة كده لانها لسه هتريح مع بعضها لما هنعينها في التلاجة لان هنحفظها يوم كده او اتنين على حسب بقى ما هي يعني ممكن يوم او اتنين كده في التلاجة في العلبة ونطلعها نستعملها عشان عايز استعملها استعملها من دلوقتي عادي يعني لكن بس عشان تبقى بالجودة نفس الجودة اللي انت بتجيبها وتشتريها ومتبقاش مفتفتة او كده تبقى متماسكة لما بتقعد في التلاجة وتراح شوف تلاهم فلفلة كده وحلوة تعرف ان الحلاوة بتاعتك ايه هناك فانا ايه بضيف بقى ايه يعني شوية كده من الدقيقة او شوية انا خدت ايه يعني ممكن اضيف شوية دول كلهم ممكن بعد كده ما ضيفش بقى ايه زيوت تاني عشان الزيت ممكن بعد ما انا بحط الخليط ده في التلاجة بيقوم يطلع اه ممكن يرشح منك زيت لو زودت الزيت يعني تقول ده هي مفلفلة قوي او محط شوية زيت الزيت بعد كده بعد ما تتقطيها في التلاجة وتعينيها في العلبة تلاقي الزيت رشح منك على الحلاوة يعني احيانا بنلاقي نشتريها حلاوة جاهزا نلاقيها ايه مرشح كده زيت في ايدينا لان هما بيقى بحط بقى ايه الزيت زيادة شوية لكن احنا حطينه هنا بعيار مزبوط احنا بنكتفي بالزيت اللي موجود في كوباية السمسم وبنكتفي بايه بربع كوباية الزيت اللي حطناها كسوية فحين هوت ايه خلاص كده انا بس بقلب فيها عشان ايه تتمسك يعني تقريبا خدنا ايه كوباية تدي ايه نقص منها معلقة او كده بالزبطة فاحنا كده ايه يعني لو حطناها حتى عادي برضو هتبقى متمسكة وحلوة لكن انا ايه هكتفي كده ان هي كوباية عشان منها معلقة هاخد بقى الخليط بتاعي ده كده ويعني جاهز بقى هنا علبة هي العلبة بتاعت اللي انا هحط فيها ايه الحلاوة وافرغ فيها الخليط ده هنا اللي هنكبسه كويس قوي وكمان هنمزينه ونشوفه قدي ايه وبعد كده نعينه فيه التلاج اضفت كل الكمية بتاعتي بتاعت الحلاوة اضفتها هنا في العلبة بتاعتي وطبعا زي ما قلنا في ارضية العلبة فيها اا شوية من السوداني وقلبنا جوة الحلاوة كمان شوية سوداني وعلى الوش كده على قد ما نقدر وبالشكل ده عشان تبقى الحلاوة بتاعتنا صحنية ايه ايه صحية فانا هكبسها هوت شوفي ايه بتبقى هشة ازاي لكن بتكبسها هي بتندغط يعني شايفة كده عشان تبقى واضحة هنضغطها بقى خالص عشان تبقى متمسكة بيول في الحقيقة انا قلبت المعلقة الباقية في الدقيق يعني خدنا الكوباية كلها انا قلبتها وانا ببسها كده باقيداية اهوت بالشكل ده كده فاحنا عندنا اضفنا كوباية سمسم وكوباية سكر وكوباية دقيق وربع كوباية زيت وتقريبا برضو كوباية من السوداني فالكمية دي بقى على بعضها تدلنا وزنها كويسة فانا هاوزنها بقى كده يشوف العلبة بتاعتنا كده هي الكبسة على الاخرة هي فحطها بقى يعني هي يوم او يومين هتكون ايه جهزة للأكل ودلوقتي ممكن هتكل منها يعني بس انا ايه عشان الحاجة تطلع متقنة وحلوة فانا بنخليها يوم او اثنين والدار الاول اللي كان في بداية الميديو اللي انا عملته ده كان الكوباية غير الكوباية فالدنة المرة اللي فاتت نص كيلو فاشوف كده يعني الكمية دي الكوباية دي كانت كبيرة سنة كده هشوف هتديننا قد ايه هوزنها معاكم وهشوف بقى هتديننا قد ايه يعني عملناها كلها مفيش خمس دقايق وهنحطها في التلاجة نصبح الصبح نستعملها على طول وفي الحقيقة قدام حضرتكم هوت الكمية اللي عملتها المرة دي تلعت كيلو الا ربع لحسب ايه ايه الكوباية اللي انا بعاير بها ايه والعلمكم طبعا ايه يعني الحلاوة دي الطريقة دي دي انجح طريقة عملتها واسهل طريقة وانا عملت الحلاوة كزا طريقة قبل كده ما كانتش بالحقيقة نجحة 100% زي الطريقة دي طريقة الحلاوة على البارد بالشكل ده ايه طريقة نجحة جدا جدا اتمنى تجربوها وان شاء الله تعجبكم ولو عجبتكم ما تبخلوش عليها باللاقي والشير والاشتراك في القناة بحياتي لكم وده قرص الحلاوة بعد يومين فيه التلاجة بالعيار التاني والنتيجة كانت جميلة بالشكل ده ودي كانت نتيجة الحلاوة اللي عملناها بالعيار اللي قلنا عليه في أول الفيديو ايه وعملناها على الطريقة بالطريقة البردة وخلناها فيه التلاجة لمدة يومين ايه وبالشكل ده ممكن يومين أو ثلاثة يعني فتماسكت وبقت بالشكل الجميل الحلو ده طلعناها وقطعناها بالمنظر الحلو ده فالعيار اللي عملناه من كوباية سمسم اعمل لنا نصف كيلو حلاوة اه اتمنى الفكرة تعجبكم وتجربوها سهلة جدا وتتعمل في أقل من خمس دقايق اه هتكون اعملت نصف كيلو حلاوة ويتحط في العلبة وتحتفظ به في التلاجة لمدة يومين بيطلع بالنتيجة الحلوة دي حلاوة وحلوة جمان وبالهنة وصحها لكل اللي جربها وما تدخلوش علي باللايك والشير والاشتراك في القناة تحياتي لكم حساس ده